فتحي عقوبة حاضر معي صباح الخير فتحي إليها مباشرة صباح الخير فايزة وفي عيد الطفولة العالمي كل عام وأطفال الجزائر وكل عام وأطفال العالم بألف خير مشاهدين الكرام صباح الخير أهل بكم إلى هذا العرض الإخباري وإلى معرض الصحافة لنهار اليوم المستهل بصحيفة البلاد التي كتبت قام الوزير الأول عبد العزيز جراد أمس الإثنين بالجزائر العاصمة بتجشين سفينة جديدة باسم جانات مخصصة لنقل البضائع والسلع نحو موانئ حوض البحر الأبيض المتوسط وخلال تجشين السفينة أكد الوزير الأول على ضرورة إعادة مكانة ودور الجزائر في البحر الأبيض المتوسط وفي الاقتصاد الجهوي والعالمي موضحا أن هذا التوجه يندرج ضمن مشروع حكومي لتكثيف اقتناء البواخر من هذا النواء وفي صحيفة الشروق تطالعون مقالا جاء فيها خلال كلمة له ألقاها على إطارات الناحية العسكرية الأولى في زيارة عبل قادته إلى ولاية البليدة أكد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق سعيد شنغريحة أن الواجب يفرض على أفراد الجيش الوطني الشعبي ليس فقط القيام بواجبهم الانتخابي بمناسبة الانتخابات التشريعية بل كذلك السهر على تأمين وضمان السير الحسن لهذا الاستحقاق الوطني الهام صحيفة الحوار اهتمت بتعيين الأستاذ شعبال لناكل مديرا عاما جديدا للمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري وكتبت أشرف وزير الاتصال الناتق الرسمي للحكومة عمار بالحمر ظهر أمس على تنصيب شعبال لناكل مديرا عاما جديدا للمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري وبالمناسبة أشهد الوزير بالمشوار المهني والخبرة الطويلة للمدير الجديد للتلفزيون في قطاع الإعلام والتسيير الإداري من جهته المدير العام الجديد للتلفزيون الجزائري شعبال لناكل تعهد بالعمل على تقوية التلفزيون العمومي كمؤسسة حيوية وضرورية لبلادنا خاصة في هذه المرحلة في ملف التعاون وحسب ما أوردته صحيفة المسار العربي ثمن مجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي عاليا النتائج المنبثقة عن زيارة الوفد الحكومي الليبي إلى الجزائر معربا عن أمله في توسيع وتجسيد آثاق التعاون والشراكة المتوازية بين أكتر المنطقة المغاربية في مختلف الميادين الحيوية إلى صحيفة النهار التي سلطت الضوء على مخرجات اجتماع المدير العام المكلف بتسيير مصالح الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل بمقر المديرية الجهوية للوكالة بولاية وريلا حيث دعا فيصل زيتوني بتفادي التأخر في الإنجاز وتسليم سكانات مكتملة غير منقوصة من ماء كهرباء وغاز وصرف صحي الجزائر تستلم خمسمائة ألف جرعة من اللقاح الصيني سنوفاك هكذا عنونت صحيفة اليوم مقالا جاء فيه أكدت المدير العام للصيدلة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وهيبة حجوج أن الجزائر استلمت أمس الاثنين حصة جديدة بخمسمائة ألف جرعة من اللقاح الصيني سنوفاك معلنة عن قدوم حوالي ثلاثة ملايين جرعة أخرى خلال شهر جوليا المقبل وفق ما أوردته صحيفة الخبر فقد كشفت الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية عن قبول مائتين وعشرة ملفات للتعوير بما يفوق تسعة وعشرين مليار سنطيب مشيرة إلى أنه تم دراسة أكثر من ثلاثة ألاف ملف خاص بالمؤسسات المسغرة المتعثرة في الشأن التربوي وحسب ما نشرته الجريدة الإلكترونية الجزائر الآن فقد أعطت وزارة التربية الوطنية تعليمات مشددة لمدراء التربية من إنجاح امتحان نهايات مرحلة التعليم الابتدائي المحدد بتاريخ الثاني جوان 2021 بعد أن رفضت أي تأجيل للامتحانات الرسمية وفي خبر ضيصلة نقلت صحيفة المشوار السياسي عن بيان لقيادة الدرك الوطني أن قيادة الدرك الوطني وضعت جملة من الإجراءات لضمان تأمين محيط المؤسسات التربوية على المستوى الوطني خلال فترة امتحانات شهادة التعليم الابتدائي وأوضح البيان أن هذه الإجراءات تشمل وضع تشكيلات ثابتة ومتحركة وتكثيف دوريات المراقبة مع إقحام التشكيلات الجوية وفي السياق نقلت صحيفة الحياة العربية عن بيان للمدرية العامة للحماية المدنية أوضح أنه في إطار هذا الجهاز الوقائي والأمني قامت المصالح التقنية للمدرية العامة للحماية المدنية بإجراء عدة زيارات أمنية وقائية لكل المؤسسات التعليمية المهنية باحتضان امتحانات نهاية السنة في ملف آخر وحسب ما نشرته الجريدة الإلكترونية زير توب فقد أكد الناتق باسم شركة الخطوط الجوية الجزائرية أن إجراءات النقل المتخذة في إطار إعادة الفتح الجزئي للحدود تعتبر استثنائية مشيرا إلى أن إعادة الفتح الجزئي للحدود الجوية لا يجب أن يضع الجزائر في وضعية وبائية كارثية أخبار العالم مشاهدين الكرام نستهلها بالقضية الفلسطينية حيث نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصادر فلسطينية في رام الله أن مدير جهاز المخابرات العامة المصرية يعمل خلال زيارته الحالية إلى الدفع باتفاق شامل يشمل سفقة تبادل ومصالحة داخلية نختم هذا الموعد الإخباري بما نشرته القدس العربي التي عنولت منظمة الصحة العالمية تتخذ قرارا تاريخيا وجاء في تفاصيل الخبر أن دول منظمة الصحة العالمية وافقت أمس الإثنين على تعزيز قدرات المنظمة بعد أزمة صحية كشفت ثغرها في قرار اعتبره مديرها العام قرارا تاريخيا بهذا الخبر مشاهدين الكرام ننهي هذا الموعد الإخباري وهذه القراءة في الصحف الصادرة لهار اليوم برنامج هذا الصباح لا يزال متواصلا معكم من الجزائرية الثالثة الإخبارية والزميلة فيز باش شكرا جزيلا